كما بعث رئيس الوزراء بتحية للقوات المسلحة التي بفضلها تجنبت مصر اضطرابات شديدة وصعبة مشاددا على ضرورة وقوف المصريين جميعا ضد محاولات التشكيك في الدولة وفي مؤسساتها وطلب رئيس الوزراء المواطنين بضرورة التركيز على بناء الدولة والعمل للخروج من الأزمة الراهنة التي تواجه العالم أرجو أن نحن نقف كلنا كمصريين وننظر إلى ما يحدث حولنا ونحمد الله على نعمة الاستقرار والأمن اللي احنا موجودين فيها وعايز هنا أقف وأحيي قوتنا المسلحة هذه الدولة ربنا منعم عليها بالاستقرار والأمن بسبب هذه المؤسسة العريقة العظيمة الوطنية اللي ما عندهاش أي مصلحة ولا أي أهواء ولا أي انتماعات إلا للوطن واعتقد لو بصينا برضو حوالينا من غير ذكر أي أسماء بنشوف مدى أن نتيجة لأن قوة هذه المؤسسة في مصر وقدرتها أنها تحفظ أمن هذه الدولة الحمد لله مصر بتتجنب ترابات شديدة كانت ممكن تبقى نموذج إحنا تبقى عندنا وأصعب كتير في دولة فيها مئة مليون وأكتر